أتريد أن تبرأ؟ كان هذا السؤال موجه من الرب يسوع المسيح لشخص مقعد مخلع له فترة طويلة جدا 38 سنة في هذه البركة مثل ما قرأنا من كلمة الله يقول الكتاب المقدس أنه كان في عيد والرب يسوع راح لهذا العيد إلى هذا المكان بدون أي توقع بدون مسبق يعني أنه يوجه الأنظار أنه رايح إلى هذا المكان والمكان تاريخيا معروف هذه البركة تسمى بيت حزدة حزدة من حسد تعني النعمة أو الرحمة أو بركة الشفقة هذه البركة كان جغرافيا موجودة في أورشليم وهذه البركة أحبائي موجودة يعني قريبة جدا مثل ما وصف الكتاب عند باب الضئن وهذا الباب موجود من أيام نحمية في أيام نحمية في الإصحاح التالت باب الضئن أي باب الخراف هناك كانت الخراف للغسيل والحفظ وحتى تتجهز للذبائح والمنطقة قريبة جدا من الهيكل وفعلا اليوم أي شخص بروح إلى بركة بيت حزدة بشوف الأثرات وعندما تدخل هذا المكان المكان اسمه يعني الكنيسة كنيسة القديسة حنة حنة اللي هي أم المطوبة مريم العذراء ويقال إنه بيتهم كان موجود في أسفل الكنيسة وهي الكنيسة كانت موجودة حاليا اليوم مقابل المسجد يعني قبة الصخرة وين المسجد الحرام ومسجد الأقصى وهناك في نفس المنطقة بتبتدي قريبا درب الصليب أو طريق الآلام في أور شليم ولاحظ معي إنه المكان بركة بيت حزدة يعني بيت النعمة والغريب في الموضوع إنه في هذا المكان كان فيه كما يقول الكتاب المقدس جمهور من المرضى جمهور يعني عدد كبير عدد هائل ولسيما في فترة الأعياد تتكاثر وبتزداد الأعياد في هذه المنطقة تاريخيا يقال إنه كان في يعني في تحركات في هذا المي لأنه كان فيها مي معدني ولكن الكتاب برضو يصف إنه كان في ملاك ينزل ومن يعني عندما كان ينزل الملاك يعني فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وفي هاي الفترة حبائي كانت الناس يعني اللي إله ظهر اللي إله سند اللي إله مساعدة كان يسارع في طرح الشخص المريض حتى يبرأ من أي مرض والشيء الجميل إنه متل ما نقول دايما الجغرافيا والتاريخ وعلم الأثار بيدعم صحة الكتاب المقدس اليوم لما بتروع الكنيسة كنيسة القديسة حانة بتشوف منطقة كاملة أثار كنائس من القرن الرابع من العصر البزنطي ومن العصر طبعا القرن السادس ومن العصر فترة الصليبيين بنوا الكنيسة أو يعني مبنى ضخم جدا فوق البركة وطبعا هذه المنطقة هدمت في أيام طيتوس عندما احتل أورشاليم وهدم الهيكل وهدم أورشاليم فكل شيء انهدم وهدمت مرة أخرى في ثورة تسمى ثورة بركوخفا في سنة 132 ميلادي ولكن الملك هيدريانوس الملك دمر أورشاليم تدمير شامل حتى يعاقب اليهود غير اسم أورشاليم إلى العاصمة كانت إليا كابيتولينا وهذا الاسم ضل لمجيء قسطنطين اللي طبعا أمر برجوع الناس لكي تحتفل في الأعياد الرسمية والرئيسية أيضا فالتاريخ والجغرافيا والحفريات اكتشفوا فعلا هذه الأروقة وندل على شيء بدل على أنه حتى الأثار يؤكد صحة الكتابة المقدس